مرحبا، اقتناع حيوان أليف بالبيت إن كان بسينة أو ينجل سمتة أو من الطيور وغيرها من الحيوانات المهم يعرف إنه لكل حيوان طريقة عينية خاصة فيه ويعرف أيضا كيف يختار يلي بيناسب العائلة وظروفها من فويد اقتناع حيوانات أليفة بالبيت دكتور جيل ميلسون يلي أبحثها بتتركز على دور الحيوانات والطبيعة بنموه الأطفال اكتشفت إنه يلي عم يمتلكوا حيوانات أليفة بالبيت بيفهموا بشكل أفضل مادة العلوم لأنه بتوفرهم دروس بالحياة وعن المرض والولادة بالإضافة إلى إنه الحيوانات الأليفة بتخفف من الشعور بالقلق لدى الأطفال لأنهن بيعرفوا إنهن موجودين وبيقدروا يوسوهم بالبيت وبيلجأوا لهم كنعملون الدعم العاطفة وهن كاتمي أسرارهم كما وإنه بيتعلم الأطفال رفق بالحيوان ويكونوا ودودين بالتعاطي والتعاطف معهم ويقرؤوا احتياجاتهم لما بيكونوا جعانين أو بردانين مما بيعزز تحمل المسئولية عندهم بينشغل الأولاد بوجود الحيوانات الأليفة وبيصيروا نشوتين أكتر وصابورين وخاصة إذا كانوا اقتنوا كالب لأنه بيتطلب الاهتمام فيه أخذوا للخارج ليتمشوا وهالشي بخليهم يبتعدوا عن التكنولوجيا للأطفال اللي بيعينوا من مشاكل بالقراءة على مختلف أنواع بينصحوهم بالثيرابي دوكز أو إنه القراءة لحيوانات أليفة لأنه هالأمر بيساعد على تقوية السئة بنفسهم كقراء وبتحسن من مستويهم لأنه الحيوانات ما بتحكم عليهم ولا بتنتقدهم وهالأمر بيخليهم يرتاحوا لوجوء ده ويقروا بيعتبر وسيلة علاجية بيخففوا ضغط الدم وبيصاروا على الشفاء من المرض ورح نذكر الهورس تيرابي يلي هي العلاج عن طريق الحصان خاصة بحالة بوست ترماتيك سترس ديس أوردر أو العلاج ما بعد الصدمة ولما الأطفال بيرفضوا أي مساعدين أو أخصائيين يتعاونوا معهم فهن بيكونوا بحالة شبيهة بالشلل أو التجمد العاطفة وغير قادرين على التعبير عن نفسهم ومن خلال الأحصان بيرجعوا يتعلموا يوسقوا من جديد وما أنه يخلوا حدا يخزلهم أو يخليب لهم أملهم في حال وفاة الحيوان الأليف لازم نكون حدهم ونساعدهم على تخطي هيدا الأمر من خلال Memory Ball أو وعاء الزكريات ونطلب من كل فرد من أفراد العائلة أنه يكتب أو يرسم زكرة جميلة مع الحيوان يلي فقدوا على أوراق ملونة ويضعوها بوعاء مزين وبيتطلبوا منهم أنه كل مرة بيشتقوا له أو بيحسوا أنه بدون يبكوا يسحب ورق أو يتذكروا لحظة الحلوة سوا شموع LED أو LED Candles يلي بتعمل على البطارية هي أأمن من الشموع الحقيقية أكيد وبتقدروا تحطوها قرب صورة الحيوان يلي توفى وبيوفروا مكان للمؤسسة في أوقات الحزن Tribute Video أو فيديو تكريمي بيجمع الذكريات يلي قضيتوها مع الحيوان الأليف وبتقدروا أيضا أنكم تحكوا عن تجربتكم معه لتخطي الحزن خلوا الطفل يسمم Scrap Book أو سجل الصور ويستعمل إيديه وقلبه مما بيخفف من وطقة هالمرحلة عليه ومننتقل لنحكي عن الكتب يلي ممكن نستعين فيها خاصة إذا قررنا نقتني طيور Cheap 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 Guide to Keeping a Bird Top 10 Birds for Kids Cool Pets for Kids, Birds, Parakeets وليلي بيختاروا يكون عندهم اسمك Caring for Fish, Caring for Your Fish A Fish to Feed, The Truth About Gold Fish والقوارد فعلهم كمان كتل Guinea Pig Care Secrets, Kids Pet Guide to a Happy Guinea Pig Looking After Hamsters وبالنسبة للأرانب It's So Fluffy, Kids Guide to Caring for Rabbits and Bunnies ولمحبي اقتناء الهرار The cat says Meow, Caring Your Cat for Kids Looking After Cats and Kittens For Love of Cats, A Hands-On Journey Kittens Care Secrets, Kids Pet Guide to a Happy Kitten أما ليلي بفضل الكليب Your First Dog, A Children's Book About Owning and Caring for Dogs Caring for Dogs and Poppies, A Guide of Taking Care of Your Most Loyal Friend Caring for Dogs and Poppies Good Dog, Dog Care for Kids ننتقل للكتب اللي ممكن نقترحها في حال وفاة الحيوان الأليف My Dog Has Died, What Do I Do? The Rainbow Bridge, Always Remember, The Rough Patch, I'll Always Love You, A Dog Haven اقتناء حيوان أليف بالبات فرصة ليتعرف الأطفال على جمعيات الرفق بالحيوان المتوفرة بكل بلد أو على منظمات ناشطة عالميا مثل بيرا كما وأنه بيتعرفوا وبيفهموا أكتر وزيفة البيطري أو البات لأنه بيعتمدوا كتير على الأطفال بتشخيص مرض الحيوان لأنه هنه بيقطوا وقت أكتر من غير أفراد العائلة معه ترجمة نانسي قنقر